يمكنك بعد شهر من الآن زراعة فاكهة التوت البلاكبيري وبسهولة عن طريق الأغصان هذا التوت من الأشجار النادرة وباهظة الثمن أهم عوامل نجاح زراعته بالأغصان درجة الحرارة معتدلة مائلة للبرودة نسبة رطوبة جوية لا تنقص عن 50% والسيادة أفضل طربة خصبة جيدة التصريف يمكن استخدام الأغطية البلاستيكية لتوفير الرطوبة يجب إنزال العقلة على عمق برعم في الهواء واثنين تحت التربة لعلك تلاحظ حالة التربة التربة ليست ناشفة وليست رطبة بنسبة كبيرة لأن الجذور لكي تنمو تحتاج إلى تواجد الأكسوجين والرطوبة في آن واحد وإذا كانت التربة مليئة بالمياه ينصرف الأكسوجين من التربة فيتسبب هذا بتعفن الساق أسفل التربة قبل نمو الجذور تم زراعة هذا الغصن أيضاً ونجح في إنتاج الجذور أيضاً نشاهد أن رطوبة التربة معتدلة والجذور كثيفة يمكن أيضاً إكثارها عن طريق الترقيد الهوائي أو الترقيد الأرضي يمكنك اغتناء بعض الأغصان المجانية من صديق أو شراء شتلة واحدة فقط ثم نزرع منها شتلات إضافية مجانية بالطرق المذكورة هذا النوع من التوت البلاكبيري يمتلك نظام جذور قوي ومتشعب ومتحمل لدرجات الحرارة العالية بشرط توفير رعاية مناسبة ويوجد منه أنواع كثيرة نختار النوع الأكثر شيوعاً لدى المزارعين عندما نرغب بشرائه نظراً للمشاهدة للمشاهدة نظر لا تفضل تقع هناك بك